رسخ ميثاق العمل الوطني مبدأ التسامح والتعايش السلمي وتعزيزه في كافة المجالات ما جعل البحرين نموذجا مشرفا على مستوى العالم أكد ميثاق العمل الوطني في البند الثالث على حرية العقيدة وأن الدولة تكفلها وتصون حرمة دور العبادة وتضمن حرية إقامة الشعائر الدينية وفق العادات السائدة في البلاد ما يستلزم بالتبعية الطبيعية ترسيخ مبدأ التعايش السلمي والتسامح بين الأديان باعتباره ركزة أساسية لبناء الدولة بعد الميثاق تشكلت أيضا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وقانون الرقابة المالية والإدارية والعديد من المؤسسات التي ترسخ الديمقراطية وتعزز من الشفافية طبعا الميثاق نقدر نقول أنه بصمة بحرينية تعبر عن الوحدة الوطنية وأيضا تجديد الولاء والعهد لقائد هذه المسيرة جلالة الملك الله يحفظه مملكة البحرين تميزت على امتداد تاريخها بأنها انموذج عالمي يحتذا به في التأخي والتعايش والتسامح بين جميع الأديان والطوائف ومنذ عام 2001 أخذت البحرين تشق طريقها لترسيخ مبدأ التعايش السلمي بما يتماشى مع بنود الميثاق ليأتي الأمر الملكي السامي بإنشاء مركز الملك حمد للتعايش السلمي في عام 2018 ليتوج هذه المسيرة الخيرة لتصبح البحرين أنموذج مشرفا للتسامح الإنساني مكانتنا بين دول العالم رائدين في التسامح بين الأديان ورائدين نقلنا تجربتنا في البحرين كمجتمع متسامح مع كافة الطوائف والأديان اليوم نقلناها إلى كوروبا ونقلناها إلى أمريكا لأن كل هذا الصيد هذا كل جه نتائج لـ 14 فبراير إلا دعمها سيد جلالة الملك مبادرة جلالة الملك المفادة حفظه الله ورعاه لنشر مبادئ التسامح والاعتدال ونبذ التعصب وإشاعة السلام والتعايش الإنساني سطرها ميثاق العمل الوطني ضمن بنوده بحروف من ذهب وكانت أساسا لصياغة الدستور في عام 2002 الذي استمد المرجعية القانونية من الميثاق الذي بدوره كان طموحا ثم تحول إلى مشروع إصلاحي ليصبح الآن واقعا نعيشه ومستقبل نستشرفه خول اللي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين